اشتركوا في القناة وفي اختلاف يا مستر بين الدروس أو عناصر الدروس ما بين الترم الأول والترم الثاني اقول لحضراتكم طبعا وخاصة في مادة التخطيط بيحصل في تغيير شبه جزري بننتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى في مادة التخطيط بالذات ليه يا مستر لأنه طبعا في الجزء الأولاني أو الترم الأول من مادة التخطيط جميع الشعب تقريبا لهم الخمس شعب المعمرية سواء شبكات المياه والأعمال الصحية أو تخصص البناء أعمال البناء أو أعمال الخرصانة أو أعمال نجارة العمارة أو التشتبات المعمرية الخمس تخصصات بيدرسوا مثلا في مادة المساحة كله الترم الأول زي الترم الثاني مع استكمال أو تواصل لعناصر المد إنما في مادة التخطيط الكل بيكون موحد في الترم الأول وهو دراسة المساحات والحجوم وطبعا ده بيكون موحد على الخمس تخصصات في مادة التخطيط الترم الأول أما في الترم الثاني بيبدأ زي كده كل شعبة بتبدأ تتشعب أو تتخصص في دراسة الجزء الخاص بها في مادة التخطيط لكل تخصص بمعنى إن مادة التخطيط في الترم الثاني لتخصص الأعمال الصحية بيبدأ دراسته في تصميم أو إزاي أنه يعمل جداول ويبدأ يحسب كميات خاصة بأعمال الصرف والتخزية وإن كانت بدايات لأنه طبعا بعد كده هيبدأ يتشعب أو يزيد في المعلومة في الصف الثالث أو هيدرس بشكل أوسع كذلك في تخصص البناء بيبدأ يعمل برضو أو يتعلم إزاي هيعمل الجداول ويحسب الكميات وكذلك يذكر المواصفات الخاصة بأعمال البناء طبعا ده في تخصصه بعد كده التشتبات بنفس الموضوع بيبدأ يعرف إزاي هيتكلم أو هيتعامل يذكر مواصفات خاصة بأعمال التشتبات وكذلك أيضا إزاي يقدر يحسب أو يمطر أو يكعب أو عفوا إن فيش تكعيب طبعا في التشتبات التكعيب في أعمال الخرصانة ونجارة العمارة وبعض أجزاء في البناء إنما في التشتبات هيتشتغل طبعا بالمتر إيه المربع يبقى بتعلم إزاي هيقدر يجري عمليات القياسات والمؤيسات وكذلك ذكر بعض المواصفات مختصرة لبنود الأعمال الكلام ده طبعا فيه كل التخصصات هنيجي بقى للتخصص بتاعنا اللي هو تخصص أعمال الخرصانة أو الخرصان في الخرصانة طبعا في الترم الأولاني درسنا إزاي أو بنتعلم إزاي إن إحنا نحسب مساحات وحجوم هو شبه مترابط مع الدرس الأولاني طبعا كلام ده كله كان في الترم الأول مترابط مع بدايات الترم التاني في مادة المساحة وإن كانوا المادتين طبعا فيهم بعض الأجزاء مترابطة ببعض أما المادة أو الترم بتاعنا النهاردة بقى اللي إحنا نبدأه النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن بداية التخصص في أعمال أو في حسابات أو في ذكر ومواصفات ومؤيسات في مادة التخطيط بمعنى هنبدأ النهاردة أولى خطوات ذكر التخصص وتناول مواد التخصص أو التشعيب بتاع التخصص في مادة التخطيط طبعا إن شاء الله بإذن الله يكون الدراسة بتاعتنا أو الشغل بتاعنا على شقين شق خاص بكيفية حساب وتقدير الكميات اللي هو أساس النهاردة أساس درسنا النهاردة وحساب أو العنوان بتاعنا النهاردة اللي هو حساب الكميات وطبعا جزء يبقى خاص بالمواصفات لبنود الأعمال اللي هنذكرها في الجدول أو اللي هنجري عليه أعمال المؤيسة يبقى أنت النهاردة عشان تكون عارف في الترمي التاني بداية شغلة في التخطيط وده أساس بقى وهو ده اللي هيمني عليه إن شاء الله السنة اللي جاية كمان الشغلة بتاعنا في الترمين وده الأساس اللي هتبقى زي ما بنقول كده بنأسسك له وحنقيم عليه باقي الشهور وباقي المواد في الترمي ده طيب هنبدأ بيه؟ هنبدأ عندنا النهاردة في جزئين جزء الأول كيفية حساب أو إجراء أعمال القياسات اللي احنا بنسميها عليها أو بنطلق عليها أو بنسميها القياسات أو المؤيسات وجزء تاني هيبقى مواصفات مختصرة لكل بند بمعنى إن أنا عشان أكتب أو أطرح مشروع للسوق أو أنا محتاج إن أنا أنفذ أنا كصاحب ده وطبعا ده أيصر وأسهل تعريف لمادة التخطيط عشان تكون الدنيا سهلة عليك وتقدر إزاي تشغل فيها أبسط حاجة خالص أنا باعتبر نفسي كمالك صاحب أرض أو صاحب مشروع ومحتاج إن أنا المشروع ده أطرحه للناس للمأولين يعني وأقول لهم أنا عندي هعمل مثلا وليكن زي المشروع بتاعنا النهاردة عمودين خرصانة والعمودين دول أنا عشان أركب بينهم بوابة حديد فأنا محتاج أعمل عمودين خرصانة العمودين دول هيتطلعها عليه هيتطلعها لأواعد قاعدة عادية وبعدين قاعدة مسلحة وبعد كده رقاب الأعمدة أو الأعمدة على طول يبقى أنا عندي كده العمودية طيب الجزء ده أو الأعمال اللي هيتم دي لازم إن أنا أكعبها يبقى أنا عارف عندي كام متر خرصانة وكان متر حفل والخرصانة دي كان متر خرصانة عادية وكان متر خرصانة مسلحة طيب بعد ما اعرف الامطار ويكون عند الكميات ببدأ بعد كده اذكر المواصفات ايه يا بقى المواصفات المواصفات دي احنا بين سميها او بيطلق عليها الشروط الشروط الخاصة بي انا كمالك انا طالبها والله انت هتيجي تنفذ الكلام ده الكميات اللي انا زكار معها في الاول دي دو مواصفاتي طيب ايه يا مواصفاتي والله انا شايف ان المفروض تحط لي 7 شكاير مثلا اسمنت في المتر المكعب خرصان محتاج انك انت تحط لي 8 من 10 متر مكعب زلط يعني انا همشيك على مواصفات المواصفات دي خاصة بي انا كمالك كذلك نفس القصة بالزبط بيرتبط معايا الاستشاري اللي بيشرف على الموضوع هو بيقوم او بيمثل دور المالك بالزبط هو انا مش هدر طبعا انا رجل مليش في الاعمال الهندسية ومليش في كذا ما اقدرش ان انا اتكلم على مواصفات الاعمال واخشى ما اخشى ان المقاول ان هو يخدعني في المواد او يسرقني في بعض المواد وما شابه طيب بعمل ايه بطرح المشروع ده او بديل شركة استشارية هي بتحل محلي كمالك وبتقوم بالدور بتاعي بتمثله هي اللي بتقول عند المفروض عند المواصفات دي حط كذا في الخرصانة كم متر مكعب حط كم متر زلط وحط كم رمل وكم اسمنت وكم حديد وكم 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 ومواصفات الشغل ازاي بعد كده الكلام ده بقى الكميات مع المواصفات اللي هو قالها بيتحطم في جدول هنتعرف عليه كمان شوية الجدول ده على بعضه كده بنسميه منقصة هي دي بقى اللي بتطرح فين بتطرح في السوق واللي هو بيقول عليها كراسة الشروط بتنزل كراسة الشروط عبارة عن جزء ايه جزء فيه حسابات وجزء فيه ايه مواصفات للبنود بتاعت الكميات اللي انا ايه حسبتها او ان انا قلت لها او ان انا محتاجة ان انا انفزها عندي سواء بقى شاملة اعمال الحفر والردم والخرصانة العادية خرصانة مسلحة بكل المواصفات اللي موجودة فيها بعد ما بتطرح للسوق طبعا المقولين كلهم بيتقدم بيروح يشتري الكراسة دي بسعر معين وبيبدأ يشوف المواصفات والكميات اللي موجودة عنده ويبدأ يحط السعر على حاجتين اولا كمية البنود اللي موجودة او كمية اسف الاعمال اللي موجودة عنده بيبقى عارف عنده مثلا مئة متر خرصانة مسلح مثلا مئتين متر خرصانة عادية عنده كزا يبقى عارف الامطار اللي موجودة عنده او الكميات كام طيب الحاجة التانية بقى هو يعرف كميات بس لأ لازم كمان يعرف مواصفات الشغل حضرتك محتاج مني ايه اشتغل ازاي فانا والله بقول لك ان انت تعمل كزا بكزا طبعا هو ممكن يكون بيحط او بيتعود ان هو بيعمل مسلا خمس شكاير في المتر انا بقول له هنا في المواصفات فالزلك لازم يقراها كويس فمسلا انا الزمت ان يحط سبع شكاية يبقى هنا السعر هيعمل ايه معاه هيفرق طبعا وهيزيد يبقى لازم بيخلي باله او بيقراه وانا بحط له مواصفات عشان المواصفات دي بعد كده كراسة دي بتعد او بتعامل معاملة العقد والعقد طبعا شريعة الايه المتعاقدين هم اللي اتنين هم هيتفق يشوفوا المواصفات ويشوفوا الكميات ويشوف انا طالب ايه في الشغل مستوية ايه في الشغل اللي انا محتاجه هعمل كزا واحد اتنين تلاتة يبدأ بعد كده يحط السعر بتاعه فلان بيحط السعر بتاعه والمولد التاني بيحط السعر بتاعه والتالت بيحط السعر بتاعه بعد كده طبعا الكلام ده بيتقفل وبيبدأ يتفتح في لجنة اسمها لجنة فتح المظاريف وبتبدأ الناس تدرس تشوف مين الاقل سعر واللي هينفز طبعا بالجودة او المستوى او المواصفات اللي انا حطتها دي كانت مقدمة كده مختصرة لأعمال المواصفات والمؤيسات عشان تكون عارف التغيير اللي حصل عندك لانك انت كنت ترمي الاولاني بتدرس حاجات عبارة عن شروط او معلومات هندسية شبه انت درستها في اعدادي في المراحل السابقة اللي هي مساح طبعا المربع والمعين معرفش مينش بالمعارف وكذلك كمان الاحجام انما المرة دي انت بتنتقل ليه شق تاني خالص قد يكون غريب عليك وبداية بداية عملك في التخصص الفعلية فتبقى فاهم يعني ايه مادة التخطيط ويعني ايه مؤيسة وانا بصلا بعمل المؤيسة دي ليه عشان هتطرح للسوق بعد كده والمؤولين هيبدأوا يحطوا عليها السعر اللي هي بتتقل بعد كده منقصة المنقصة دي بتفيدني انا في ايه بتفيدني طبعا ان انا زي ما بقوله كده عرض اسعار انا باخد عرض اسعار واشوف السوق وكل واحد هياخد الشغلانة دي او الاعمال كمية البنود اللي عنده دي بكم وليا طبعا اللي هينفذ باقل سعر واعلى جودة وان كانت السقف بتاعي في الجودة موجود اللي هو عبارة عن المواصفات اللي انت ايه كتبتها او اللي موجودة عندي في المواصفات فلازم اكون فهم الكلام طبعا انا مستر هصمم الكلام ده بعد كده يعني انا 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 مسؤول مني او انا مطلوب مني ان انا اعمل الكلام ده هقول لحضرحك ممكن يكون موجود او مطلوب منك لبعض الناس اللي بتشتغل في مهنة حاسب الكميات بعد ما بتخرج بيشتغل الشغلانة دي ويبدأ هو يصمم او يبدأ يكتب زي ما بنقول كده بروح يجيب حد يقدر له كمية الايه الاعمال اللي المفروض هيعملها او حينفزها بيجي واحد عايز يبني بيت او مشروع بيجي يشوف حاسب الكميات ده يقدر يحسب له كل حاجة من الالف الى الياء ويحطوا المواصفات بتاعته عشان بعد كده ايه يبدأ يشوف الاسعار بتاعته ويجيب اقل سعر طيب ده ازا كنت انت اللي هتنفز الكلام ده بيدك او هتصمم المؤيس طب لو انا مش هصممها وده طبعا دور منوت بشكل اكتر بيه حنقول مكاتب الاستشارية والهندسية والمهندسين طيب وان كان قد تكون مكلف به طب لو انا مش مكلف به وارد جدا انك انت تشتغل فيه المجال هيبقى معاك المؤيسة دي او جدول المؤيسة والمفروض تشوفوا المواصفات اللي موجودة عشان بناء عليها انت هتنفزها كفني ازا كنت طبعا هتنفز بيدك او هتشرف على موضوع زي كده او مشروع زي ده فلازم تكون قاري المواصفات وفاهم الكميات اللي موجودة معاك طبعا اه ده كده كان ملخص للموضوع كله بشكل عام عشان نكون طبعا ملمين بالمادة بتاعتنا قبل ما نبدأ فيها ان شاء الله ونروح كده مع بعض ونشوف اولى الشرايح بتاعتنا ونشوف الصلاف بتاعنا بيقول ايه في مادة التخطيط الترم التاني طبعا اول حاجة هنا بيقول تعريف الطالب اهدف طبعا مادة التخطيط لازم تكون عارفها بيقول لي هنا تعريف الطالب على او تعرف الطالب على قوانين حساب المساحات والحجوم للاشكال الهندسية المختلفة وطبعا الكلام ده كان في الترم الاول يعني خلي بدك ان هدف ده كان هدف اساسي طبعا اشتغلني عليه او انت درسته في الترم الاولاني وتعلمت طبعا حساب المساحات والحجوم للاشكال طبعا بكامل اشكال بعد كده عندي أو البند التاني وده بداية شغلك بقى هو يعني الترمي الأولاني كله كان على الهدف الأولاني من أهداف المادة الهدف التاني أو البند التاني التعرف على المواصفات الفنية للمواد المستخدمة في أعمال الخرصانة يبقى أنت هنا لازم أو بيأكد على هدف أساسي من أهداف المادة بتاعتنا أو مادة التخطيط أنك أنت لازم تتقن ولازم تكون ملم بالمواصفات الفنية لأعمال الخرصانة ده حق أصيل للطالب وأنت لازم هتستخدم فيه أو هتتعلم فيه خلال الفترة الزمنية الخاصة بالترمي التاني في مادة التخطيط في سنة تانية أنك تتعرف على المواصفات الفنية لأنه قد يكون أوارد جدا أننا أجيب لك سؤال بس كده سؤال نظري برى الجداول وبرى التمرين بتاعتنا المعتادة في مادة التخطيط وقول لك أذكر المواصفات الفنية لمادة مثلا زي الرمل أو الزلط أو الأسمنت مادة من المواد المستخدمة في أعمال الخرصان طيب البند التاني اكساب الطالب القدرة على تنفيذ الأعمال حسب أصول الصناعة وطبقا للكود المصري طيب إيه الكود المصري؟ الكود المصري ده هو عبارة عن المجال أو الإطار اللي بيحجم الأعمال الهندسية له مواصفات معينة بيقول مثلا أن متر الخرصانة المتر المكعب من الخرصانة قانوني وهندسي وفق الكود ده أو وفق المعايير الدولية دي أن المفروض ما يدخلش فيه أكتر أو أقل من 8 من 10 متر مكعب زلق وأربعة من 10 متر مكعب رامد وهي 350 كيلو جرام أسمنت مثلا ومن 100 إلى 120 كيلو جرام حديد طبعا الكلام ده ده فين؟ ده طبقا للكود لذلك حتى احنا دايما عاوز الفت نظرك لحاجة وتخلي بالك منه أن أغلب الشغل بتاعك دايما بيكون في الآخر خلص تلاقي الجملة ليقولك إيه على أن يتم العمل حسب أصول الصناع أصل الصناع أو ممكن يقولي وفق الكود المصري يبقى أنت هنا لازم تكون ملم بمين؟ بيه الكود المصري فلازم تكون عارف الكود المصري بيقول إيه في الحتة أو الجزئية اللي أنت بتنفذها أو بيصدد تنفذها وليكن خرصانة مسلحة أو خرصانة عادية فلازم تكون عارف الكلام طيب بعد كده الهدف التالت اكساب الطالب القدرة على كيفية حساب كميات الخامات والمواد اللازمة لأعمال أو للأعمال التي يتم حسابه يبقى أنت كمان هتدرس أو تتعلم ودي جزئية لازم نلقى عليها الضوء إزاي أنك أنت تقدر تحسب الكميات الخاصة للمواد اللي أنت بصدد تنفذها يعني تبقى عارف عندك القدرة على التصميم والحساب طب ليه بقى هو أنا مستر هحسب يعني أنا كمصمم أنا مثلا حبقى رسام أوتوكاد ولا حسب كميات أو مهندس ولا مشرف لأ طيب أنا بقولك هنا قد يعني لازم جزء من الأجزاء اللي منوط بيك في المادة دي أنك أنت تتعلمها تتعلم على الأقل الحد الأدنى اللي يخليك تقدر تحسب كميات بعض البنود اللي قد تكون في المشروع وليكن مثلا إفرض أن أنا عندي مقاول شغال وأنا مشرف والمقاول ده بينفذ جزئية صغيرة غرفة غرفة تفتيش بيعمل مثلا أعدى جزء في حاجة بيعمل عمود لبواع عمودين كلام زي كده يبقى أنا دي أجزاء بسيطة أقدر أو لازم يكون عند الحد الأدنى من تعليم هذه الجزئية فأقدر أن أنا أنفذ الكلام ده وأقدر أن أنا أحسب كميات للأجزاء البسيطة اللي موجودة بعد كده عندي اكتساب القدرة على عمل المؤيسات الكمية لمختلف الأعمال أو لمختلف الأعمال التنفيذية في مجال تخصصه من واقع الرسومات والجزئية دي مهمة جدا جدا احنا بنقول هنا إيه بقول هنا أن المشرف أو الفني أو المهندس اللي هو بيكون متمكن في المشروع هو ده اللي بيقدر يحول الكلام اللي موجود على رسم لأنه طبعا هو بيرسم طيب الرسومات أو هي بتجيله عبارة عن الرسومات الرسومات دي بيقدر يحولها من رسم على الورق إلى واقع الواقع ده بيكون موجود طبعا على الطبيع فهو هنا بيختلف الفاهم أو اللي هو الفني الملم أو الحاسب الكميات اللي هو متمكن عن اللي هو مش متمكن في إيه إنه بيكون لديه القدرة إنه هو يحول الكلام اللي موجود على ورق ده لأجزاء أو موضوعات أو حاجات واقعية ملموسة يقدر من خلالها يتعرف إزاي الكلام ده بيتم وكذلك إزاي كمان يكون عنده القدرة على تخيل اللي موجود على ورق ده في الطبيعة هيكون شكله إزاي عشان بعد كده هو بيقدر يجري عمليات الحساب من واقع الرسومات اللي هي بتكون موجودة واللي دايما بقول لأبناء الرسمة دي بمثابة الخريطة كأنها الخريطة اللي موجودة معاك وطبعا كل خريطة ولها مفاتيحها الخاصة بيها فبيكون كل رمز موجود في الرسمة بيعني مصطلح معين طبعا مش أي حد هيقدر أنه يفسر الرمز اللي موجود في الخريطة دي لو سميناها مجازا زي ما بتسمى بره خريطة وطبعا كان الاسم العلم بتاعها تصميم محدش هيقدر يفك الرموز اللي موجودة في التصميم ده إلا أن كان واحد متمكن وفاهم أو شغال في المجال أو على دراية بالموضوعات الهندسية ومر بيها قبل كده بعد كده عندي الهدف التاني اللي بعده إكساب الطالب القدرة على حصر الأعمال من الطبيعة التي يتم تنفيذها يبقى هنا هو يقصد يقول إيه يقصد يقول إن بس ما بتتوقفش قدرة الطالب على إنه يحول الرسومات اللي موجودة إلى واقع ومن خلال الرسومات يقدر يكعب أو يمطر أو يحسب أو يعمل قياسات للموضوع بتاعه ده كمان هنا إحنا بنشتغل معاك إن إحنا نكسبك القدرة على حصر الأعمال اللي موجودة على الطبيعة يبقى بس يعني مش قصة إنك إنت تقدر تحول المقاسات والحاجات اللي موجودة على الرسم وتعمل لها حسابات لا ده كمان الإنشاءات أو المنشاءات أو الأجزاء اللي تم تنفيذها بالفعل بيكون لديك القدرة طبعا وده واحدة واحدة معنا كده في الموضوعات بتاعتنا تكون ملم بيها تقدر إنك إنت تعمل لها عملية قياسات سواء بقى بالمتر المربع أو بالمتر المكعب فطبعا تكون قادر على إن إنت تجري عمليات القياس لأجزاء أو أعمال قائمة بالفعل وموجودة في الطبيعة بعد كده هننتقل إلى جزء آخر طبعا الكلام اللي فات ده كان عبارة عن تعريف بالمادة وموضوعات المادة أو الهدف من دراسة المادة طبعا الهدف اللي كان الأولاني اللي هو حساب المساحات والحجوم طبعا تكلمنا عليه وقلنا الكلام ده كان في الترم الأول كل البنود والأهداف اللي بعد كده لو شفنا كان بند كان بيتكلم في شغل الترم التاني هننتقل لجزء آخر اللي هو مواصفات المواد المستخدمة في أعمال الخرصانة وطبعا زي ما قلت في بداية الحلقة أننا الحلقة بتاعتنا أو مادة التخطيط بشكل عام منقسمها إلى شقين شق خاص بأعمال أو بالحديث عن المواصفات والشق الآخر بيتكلم على المؤيسات أو الكميات إذن أنت مطالب أنك أنت تكون ملم ببعض المواصفات الفنية الخاصة بكل مادة بمعنى إيه؟ معنى الكلام ده أنك أنت تقدر لازم يكون عندك القدرة على أنك توصف بعض المواد وفق الشروط الهندسية عشان عملية الاستخدام يعني يا مستر يعني أنا طبعا لما أجي أتكلم أو لما أجي أقول لك الخرصانة تتكون من إيه؟ معروف طبعا أي حد أو معروفة لرجل الشارع العادي الكل عارف الخرصانة تتكون من إيه؟ تتكون من الزلط والرمل والأسمنت والمية والحديث طبعا لو أنا بشتغل فيه خرصانة إيه؟ خرصانة مسلحة طيب الكلام ده أو البنوت دي بيكون لها مواصفات بتلزمني أنا كصاحب شغل أو كمنفذ أو كمئاول في المشروع أن أنا أرتبط بيها طبعا لأن المواصفات دي بعد كده هتجيني في جدول والجدول ده زي ما تكلمنا في الأول عبارة عن عقد هيلزمك أو هيلزمك أنت ويه المقاول ويه المهندس كمان القائم أو مهندس المقاول أنك أنت تنفذ الكلام ده عشان طبعا الاستشاري هيستلم أو هيستلم منك الشغل وفق المواصفات دي يبقى إذن لازم تكون عندك الحد الأدنى من المواصفات الفنية الخاصة ببنود الأعمال طبعا كل بنت له مواصفات الخاصة به فلازم تكون ملم بيها ده الكلام ده لو أنا بتكلم طبعا كلامي كله معاك على الجانب العملي أنك أنت بتنفذ الكلام ده بره في الجانب العمل أما لو أنا بتكلم برضه في الشق اللي هيخصك في عمال الامتحانات والدراسة طبعا السؤال هنا بييجي مباشر يعني لو أنت بصيت كده على كلمة مواصفات المواد المستخدمة في أعمال الخرصانة أصلا العنوان واضح أنه ممكن يستخدم كسؤال فقدر أقول أذكر المواصفات الفنية لبعض المواد المستخدمة أو للمواد المستخدمة في أعمال الخرصانة يبقى أنت لو ما كنتش ملم بمواصفات الفنية لأعمال الخرصانة دي مش هتقدر بعد كده أنك أنت تنفذ الكلام ده على الأقل في الانتحان يعني إجابة في ورقة الإجابة وتذكر المواصفات دي أو أنك أنت كمان تقوم بالكلام ده وتنفذه من خلال الرسومات اللي هتكون موجودة والشروط اللي موجودة عندك في الجدوة طبعا المواد المستخدمة في أعمال الخرصانة زي ما هي كلنا عارفنا والراجل العادي أو الراجل الشرع العادي عارفها الأسمنت والرم والزلط والمية وكذلك الحديد ولكن خلي بالك أن كل مادة من المواد دي لها الجزء الخاص أو المواصفات الفنية الخاصة بيها وإن كنت طبعا في الطبيعة أو في المشروعات العادية اللي بتشوفها كل يوم في المباني البسيطة ما بتلجأش قوي للمواصفات وده طبعا خطأ ما بنقولش أن ده شغل صح أو بيتم بالشكل السليم وإن كان ده طبعا كلام اللي هو بيتم في الواقع من غير أو في بعض المشروعات البسيطة بدون مراعاة المواصفات الفنية للبنود اللي ظهرة أمام حضراتكم دي بتعمل بعد كده مشكلة وبيبقى فيه خطأ الخطأ ده قد يكون لا يظهر أو لا يبدو في لحظته ولكن مع مرور الوقت بتبان العيوب والمشاكل وبيبقى أو بيكون أهم سبب فيها أنه طبعا أنك أنت ما رعتش أو لم تراعي المواصفات الفنية الخاصة بكل مادة من المواد المكونة لأعمال الخرصان هنبدأ كده بالأسمنت فلازم طبعا الأسمنت له مواصفات خاصة به ولازم تكون ملم بيها وعرفها عشان على الأقل لما أجي نفس فيه المشروع أكون قادر على استلام العينة دي أو اللي موجود وما يتمش خداعي في المشروع وأكون عارف أنا باستلم المادة بتاعتي إزاي والمواصفات الفنية الخاصة بالأسمنت فبيقولي هنا يجب أن يكون الأسمنت المستخدم من نفس النوع المذكور في المواصفات شوف بقى الجزء ده هو ده اللي أنا بتكلم عليه أنك أنت هنا لازم الأسمنت اللي أنت هتستخدمه في المشروع يكون هو اللي منوط أو تم ذكره بمواصفاته وباسمه في المواصفة اللي هي هتبقى تيجي بعدك هنا حاجة اسمها بيان الأعمال يبقى أنت هنا غير مسموح لك أنك أنت تشتغل بنوع من أنواع الأسمنت خلاف الأسمنت اللي موجود عندك في المواصفة يبقى بيلزمك هنا هو وحطى لك شرطة أساسي من شروط أو من مواصفات أعمال الأسمنت أو مواصفات مادة الأسمنت بمعنى دقيقة هو أنك أنت لازم أو بتلتزم بالاسم اللي موجود في المواصفة يعني المواصفة بتقولك مثلاً يتكون المتر المكعب من الخرصانة من 350 كيلو جرام أسمنت يبقى كده حدد الكمية ما لكش طبعاً أنك أنت أو غير مسموح لك أنك أنت تقلل في الكمية لأنه طبعاً أنت عندك مواصفات وماضي على الكلام كذلك إذا ألزمك وقال 300 أو تكون المتر المكعب الخرصانة من 350 كيلو جرام أسمنت بين قصين بروتلندي عادي أو بروتلندي سريع التسلط أو كارنك أو عالي الأمونية أو أسمنت ناعم المهم النوع اللي بيذكره غير مسموح لك أنك أنت تغير فيه نوع الأسمنت هو ألزمك بأسمنت سريع التسلط أو سيووتر يبقى أنت لازم تجيب السيووتر لأن الكلام ده أنت كتبه أو موافق أو ماضي عليه في المواصفة طب لو مش أنت قاول اللي بتنفذ الكلام ده أنت مثلاً مشرف يبقى عينك لازم تكون على الإسم اللي موجود تشوف البند أو المواصفة بتقول إيه بتقول أنا هستخدم في الأواعد وليكن مثلاً أو في الأساسات أسمنت سيووتر يبقى أنت لما ييجي يورد المورد يورد لك الأسمنت اللي أنت طبعاً هيتورد للمشروع هتشغل به فتبقى عارف البند ده بند الأساسات هيستخدم فيه أسمنت مثلاً سيووتر طيب بعد كده مثلاً لو هيطلع فوق في الأعمدة أو كذا واستخدم أسمنت بروتلندي عاد يبقى أنا عارف أن الأسمنت اللي هيورد ليه في المشروع أبارة عن أسمنت بروتلندي عاد إذن الغرض هنا من الموضوع إيه أنك أنت بتلتزم أو بتلزم وتلزم نفسك بالإسم اللي موجود عندك وغير مسموح لك أنك أنت تغير في نوع الأسمنت اللي هو مكتوب عندك فيه المواصفات واللي أنت طبعاً إن شاء الله هتستخدمه والكلام ده طبعاً مهم جداً ليه؟ لأنك أنت الكلام ده هيكون وارد لك يعني أنت هيورد ليه المشروع فلازم تلمي به الكلام ده اللي أنا بشتغل بشكل عملي ودايماً كلامي لو لاحظت على الجانب العملي اللي نحن محتاجين بقدر أنت تكون ملم بالجانب النظري عشان الامتحان وأعمال الامتحانات ونهاية العام محتاجين جداً وده الهدف الرئيسي في تعليمنا الفني ربطك بسوء العمل وتكون ملم باللي بينفز فيه المشروعات الخارجية وتكون قادر وفاهم وعندك عملية ربط ما بين اللي أنت تم درسته في الجانب النظري وما يدور أو وما يحدث على الطبيعة في المشروعات الخارجية نرجع تاني كده للشرط التاني أو المواصفة التانية من مواصفات أعمال الأسمن فبيقول هنا أن يورد للموقع فيه أكياس من الورق السليم وزن كل كيس خمسين جرام يبقى هنا ألزمك بشرط بيقول لك والله أنا هو الرجل استشاري وصاحب مشروع أو هو مالك بيقول لك والله لما تيجي تجيب لي الأسمن عندي تورده أو ييجي في شكاير الشكاير دي عبارة عن أكياس من الورق اللي هي الشكاير اللي إحنا طبعا الورقية اللي إحنا بنشوفه طيب وزن الشكاير كان خمسين كيلو طب هو يا مستر ده كلام ده هيفرق معايا آه وارد جدا وقد يكون وإحنا طبعا ما بنفترضش سوق النية ولكن وارد جدا يكون شكاير أو كده ألزمك أن الوزن كان خمسين طيب أنا لو أنا جيت خط عينة كده وحبيت أستلم موضوع أو معلش عفوا أستلم عينة أو زي ما بيسموها رسالة الرسالة دي اللي هي كمية أسمانت يعني وارد للمشروع وحبيت أعمل شاشنا من حقك جدا طبعا وفق الشروط والمصفات اللي موجودة معاك دي إنك أنت تتطمن على نوع الشكاير اللي موجودة ما يجيب ليش كيس كبير طبعا فيه وليكن مثلا مجمع كل 200-300 كيلو مع بعض كلام ده طبعا أسمانت سايب ده له نظام خاص به فيه المصفات والكلام ده بيستخدم فيه محطات اللي هي الأسمانت السايب الأعمال اليدوية العادية اللي احنا بننفذها بالخلطات والشغل اليدوي وإحنا عارفين كده من خلال المصفة اللي بتقول إنك انت الأسمانت يورد فيه أكياس الكيس عبارة عن 50 كيلو فأنا بقولك اتأكد وتطمن وتكون عارف نوعية الأسمانت اللي جاية أو اسمه وكذلك إنه وفق المصفات دي أخد ما فيش مانع جدا عادي إنه أخد شكارة أو زينة وإن كان طبعا الكلام ده بتتم في مصانع قومية ولكن برضو إنا دي مواصفة وإنا بلتزم بيها فلازم أجري القياسات دي والشروط دي على الشغل اللي موجود عندي واللي بيورد في المشروع بعد كده البند التالت أو المواصفة التالتة اللي هي الأسمانت بيقول لي أن لا يكون محببا أو به علامات الشك المؤقت طبعا عندنا نوعين من الشك في الأسمانت نوعين النوع الأول اللي هو اسمه الشك المؤقت ونوع تاني اللي هو الشك الشك النهائي الشك هنا بيقول لك أنه الأسمانت ما يكونش في حبيبات يعني ما يكونش محبب زي ما بقول عبارة عن أجزاء كده خشنة بتبقى موجودة في الأسمانت ظهور أو بداية أنك أنت تشوف تكتلات في الأسمانت وإن كانت عبارة عن حبيبات صغيرة ده بداية أو إنذار لك أنك أنت الأسمانت ده قريدي على طول خلاص طبيعي كده أنت وصل لك رسالة أن الأسمانت ده عبارة عن أسمانت بدأ زمن أو دخل في زمن حاجة اسمها الشكل المؤقت أو الشكل بدأ يشك لأنه أكيد تعدي أو تخطى فترة التخزين اللي هنشوفها في البند اللي جاي بعد كده يبقى أنت هنا بيقول لك مرفوض طبعا أن لا يكون يعني ما تستخدموهش الأسمانت اللي فيه حبيبات وإنه هو طبعا يكون بعلامات الشكل المؤقت بدأت تظهر فيه علامات شك مؤقت فالكلام ده طبعا بيترفض وكون بأخد عينة هو ده الكلام اللي أنا قلته من شوية أن أنا لازم أو مسموح لي أن أنا أخد عينة من الرسالة اللي موجودة أو الكمية الوردلية اللي هي جاية لي يعني كمية الأسمانت أفتح شكارة وطبعا وأبدأ شكارة واثنين من جوانب مختلفة من العربية أو الوضر اللي جاي بالأسمانت ده أو الشاحنة اللي شايلة الأسمانت دي وأبدأ أخد من كل جانب كده شكارة أو اتنين وأبدأ أبص فيهم ما فيش مشكلة وأتأكد طبعا واختبار الأسمانت اللي هو الاختبار اللي احنا بنسميه اختبار موقعي ويدوي طبعا ما فيش أسهل مننا هفتح الشكارة وأمسك شوية من الأسمانت وأبدأ أفرقها بإيدي كده وأشوف درجة النعومة اللي موجودة فيها وأكيد هي من الشكل أول ما تفتحها هيبان فيها العلامات اللي اتكلمنا عليها بعد كده هنا بيقول لي عدم استخدام أسمانت مضى على تخزينه أكثر من 60 يوم للأسمانت العادي وأربعين يوما للأسمانت سريع الشك يبقى أنت خلي بالك هنا ده شرط لازم تكون عارفه وملم بيه لك هنا ما تستخدمش أسمانت فات عليه على فترة تخزينه أكتر من إيه تخزينه أكتر من 60 يوم يعني شهرين الأسمانت العادي اللي هو البروتلاند العادي أما الأسمانت اللي هو سريع الشك ما استخدمش أسمانت فات على تخزينه أربعين يوم وده فرق ما بين الاتنين ممكن أقول لك إيه يتم استخدام أو مسموح ده سؤال صح وخطأ يتم استعمال أو ممكن سؤال أكمل يتم استخدام الأسمانت الذي مر على خلي بالك الأسمانت العادي الذي مر على تخزينه 60 يوم ده صح ولا خطأ طبعا قلتك في الأول أسمانت العادي بينما أو سؤال تاني يتم استخدام الأسمانت سريع التسلط اللي هو سريع الشك اللي احنا بنسميه اللي هو السريع اللي هو زي مثلا اللي هو بيكون مرسوم عليه الشكارة بتاعته شكارة صفرة العادية ولكن الأهرامات باللون اللي ايه باللون الأحمر أو ده طبعا بيكون العلامات دي احنا بنعرفها أو راجل الموقع العادي بيكون عارف الكلام ده اللي هو الأسمانت السيوتر بيكون العلامة عليه أو الأهرامات باللون الأخضر سريع التسلط الأهرامات دي بتكون مرسومة باللون الأحمر البروتلاند العادي بيكون الأهرامات على الشكارة مرسومة باللون الأسود فلازم أكون عارف الفرق ما بين التلاتة دول حاجة تانية بقى هنا والمهمة فالسؤال بيقول يجوز استخدام أو استعمال الأسمنت سريع التسلط بين قسين سريع التسلط الذي مر على تخزينه ستين يوم طبعا الكلام ده هيكون خطأ لأن هنا ألزمك وقال لك ما تستخدمش وديه موصفات وشروط هتكون معاك على جانبين حتى في حياتك اليومية تبص على منتج الخاص بشكرة الأسمنت لو هي من النوع العادي أسمنت بروتلندي عادي أعرف تاريخ الانتاج كام وعد من بعده ستين يوم لو فات ستين يوم يوم معنى كده أن الأسمنت ده فات على فترة التخزين بتاعته الحد الأعلى أو الأقصى من السماح لعملية التخزين وبدأ كده هيدخل في حاجة اسمها شك إيه شك ابتداء بعد كده طبعا الشك النهائي اللي هو بيتسلط خالص وتلاقي الشكرة طبعا زيها زي كتلة الحجر طيب ده كده لازم أكون أنا ملمي طب الكلام ده لو عندي أسمنت سريع لو طبعا عرفت أن أسمنت سريع وارد لي عشان أستخدمه فيه الأساسات فلازم أكون عارف أن فترة السماح بتاعته ما تزيدش عن كام عن أربعين يوم واللي هيربطني بالكلام ده وحيبين لي اللي هو تاريخ الانتاج أشوف تاريخ الانتاج وأحسب طبعا وأشوف الفترة أو التاريخ الوارد له في المشروع كام يوم تعدى الأربعين يوم طبعا بتترفض الرسالة دي أو المجموعة الأسمنت أو كمية الأسمنت الواردة للمشروع لو هي في فترة السماح يبقى أنا بستخدمه ويخلي بالك طبعا عندك حاجة بتكون قريبة من فترة السماح افرض أن أنا كده الأسمنت ده تم تخزينه أو مخزن لفترة مثلا خمسين يوم إذن أنا عندي كده كم يوم عشر أيام وابدأ بعد كده أدخل في مشكلة الشكلة ده يبقى أنا هنا لازم مخزنش بقى تخزين تاني على التخزين الأولاني يبقى أنا عرفت فط إنه هو دلوقتي عندي فترة سماح عشر تيام ليه لأنه هو متخزن بقى له خمسين يوم ويجي عندي يبقى إذن لما أطلبه للمشروع عندي أو للتنفيذ أطلبه ويجي وأشتغل به طبعا على طول عشان ما تخلش فيه فترة الشكل الابتدائي وابدأ ألاقي عندي طبعا عيوب في الأسمن قد يكون بعد كده لها تأثير كبير وضرر أكبر حيبان مع المراحل العمرية للمبنى نرجع تاني كده ونشوف باقي الشروط أنواع الأسمن طب هما في أي أنواع يا مستر آه لازم تكون ملم بيها وتكون متقن وفاهم ما احنا بنقول طبعا لازم أوصلك أو إن احنا نوصل مع بعض لمرحلة ربط المخرجات التعليم الفني بسوء العمل وده طبعا اللي بتنادي به الدولة في الفترة الحالية نحن محتاجين أنك أنت الأسماء دي تكون ملم بيها اللي احنا هنستعرضها دلوقت عشان الكلام ده بيستخدم في الواقع وما يكونش فيه انفصال ما بين اللي تم دراسته كشكل نظري وما يتم أو ما يدور في المشروعات بشكل عاملي أول حاجة عندي أسمنت بروتلندي عادي وطبعا أنا قلت لك اللي هو العادي اللي احنا بنستخدمه ومش هنقول طبعا أسماء ولكن هقول اللي هو العادي المستخدم فيه المشروعات العادية وده بيميزه أو دايما بيكون أكبر علامة مميزة له أنه الأهرامات بتكون مرسومة عليه باللون الاسود وده طبعا علامة مميزة له وما فيش نوع تاني بيدخل معاه في هذا اللون بعد كده عندي أسمنت بروتلندي سريع الشكل اللي احنا طبعا عارفينه سريع التسلط ده بيكون الأهرامات مرسومة عليه باللون الاحمر زي ما قلنا وده طبعا له فترة وده له فترة وده له شغل وده له شغل طبعا الأسمنت بروتلندي العادي في الأعمال أو الاستخدامات العادية اللي هي لا تتطلب سرعة في الأداء أو عملية التنفيذ وبعد كده كمان لأن ده ممكن أكون في مشروع من المشروعات عامل الزمن معايا واخد راحته زي ما بنتكلم كده وزي ما دايما بالناس بتقول في المشروعات إن أنا معايا مثلا التلاتين يوم وما عنديش مشروعات تانية وعندي فترة شدة السقف مثلا 24 يوم أو 28 يوم ممكن أوصلها لتلاتين فأنا كده كده ما عنديش مشكلة فبستخدم أسمنت بروتلندي عادي إنما لو بعض المشروعات السريعة واللي محتاج وده دايما بيستخدم في المشروعات اللي هي بتكون مرتلطة بزمن معين زمن محدد وعاوز نفس كمية كبيرة من المشروعات أو الأعمال الخرصانية بنا بستخدم أسمنت بروتلندي سريعي لإيه سريع الشكل النوع اللي بعد كده أسمنت بروتلندي منخفض الحرارة وده طبعا بيكون له استخدامات معينة وما بيستخدمش عندنا في المشروعات العادية اللي هي المنازل العادية والأعمال اللي هي زي ما بنقول بشبه يومي في البيوت والمشروعات البسيطة ده ده بيستخدم في المشروعات القومية وخاصة في منخفض الحرارة ده بيستخدم في الأماكن أو في بعض المناطق اللي بتكون درجة الرطوبة فيها آآ منخفضة وآو منخفضة عالية آسف لأنه طبعا محتاج هنا درجة حرارة للأسمنت بتحدث له عملية تفاعلات بعد الصب عالية جدا ودرجة الحرارة فيه أساس عملية الشك في الأسمنت هو ارتفاع درجة الحرارة فيه بعد إتمام عملية الصب فطبعا كل ما درجة الحرارة بتعلق داخل الأسمنت أو في تصنيع المادة الخام الخاصة بالأسمنت كل ما بتكون النسبة فيه زيادة طبعا عملية الحرارة دي بترتفع وبالتالي عملية الشك بتكون طبعا أسرع فانا هنا في بعض المناطق بكون انا المناطق دي درجة حرارتها عالية وبالتالي لما انا هاجأ اصب على طول مع درجة الحرارة كمان اللي موجودة داخل والتفاعلات اللي بتتم بعد انهاء عملية الصب واللي طبعا احنا ما بنشوفهاش بتنتج هنا مع حرارة شمس مع الحرارة كمان النتيجة من الخرصانة او التفاعلات اللي موجودة فيه الاسمنت هيحدث عندي بعد كده تنميل وتشريخ وده بيبان لان طبعا كده ما فيش حاجة او عامل مساعد لتخفيض درجة درجة الحرارة والتفاعلات اللي موجودة في الاسمنت يبقى ده بيستخدم فيه مناطق معينة بعينها طب اسمه ايه اسمه اسمنت بروتلندي منخفض الحرارة زي ما هو واضح امام حضراتكم بعد كده عندي اسمنت طبعا بروتلندي مقاوم للكابريتات وده بيستخدم فيه الاعمال او الانشاءات اللي بتتم فيه البحار مثلا والاماكن اللي قد يكون فيها نسبة الحموضة والكابريتات عالية فيه مثلا بحر مالح في منطقة كانت عبارة عن بركة وفيها مثلا بعض الحمضيات وما شابه يبقى انا هنا بستخدم الاسمنت ده عشان يقاوم الكلام ده لان تأثير الاحماض والكابريتات اللي موجودة فيه المية او فيه المنطقة اللي انا بنشي فيها المشروع بيأثر على الاسمنت اللي موجود واعمال الخرصانة يبقى انا بستخدم لها اسمنت مخصوص الاسمنت ده اسمه اسمنت بروتلندي برضو ولكن مقاوم للايه للكابريتات النوع اللي بعد كده وطبعا احنا بنشوف الكلام ده وموجود بشكل دايما اسمنت بروتلندي ابيض وده بيستخدم فيه اعمال البياض وابنشوف الكلام ده وبستخدم فيه الفطيصة فيه اعمال التشتبات وطبعا سئية البلاط سراميك او موزايكو على اختلاف انواعه يعني الاسمنت الابيض ده من الانواع الاسمنت اللي مستخدمة بشكل يومي هي والاسمنت البروتلندي العادي اما باقي الانواع طبعا لها مميزات خاصة بها واستعمالات خاصة عندي اسمنت تاني اسمنت بروتلندي ملون اسمنت بروتلندي ملون ده بيطلب بالطلب وطبعا ده بيكون في المشروعات القومية الكبيرة والمشروعات اللي هي بتلزم المقاول اثناء عملية التنفيذ انه الاسمنت اللي موجود ده لازم يكون بلون معين ويعني لو احنا كده في استخدامنا اليومي بروح نجيب الاسمنت اللي هو الاسمنت اللي هو الاسمنت اللي بيض العادي بعد انهاء عمليات السراميكو او البلاط او القشان اللي موجود عندي ويجي مثلا الزبون او صاحب المشروع بيقول والله انا عاوز درجة مثلا البلاط السراميكو اللي موجود عندي وليكن لونها مثلا نقول ايه نقول افويت طيب هو محتاج انه برضو درجة الاسمنت نفسه لان الاسمنت ده هيكون ابيض مظهر ابيض باين فلما اجي اعمل الفواصل واللحمات اللي موجودة ما بين البلطين وبعض هيبقى ده افويت وده ابيض فهيدي معايا اشكال يعني قدلت وريح العين فصاحب المشروع شرط عليك وقالك اننا محتاج طبعا ده بقى للمواصفات ونرجع للكلام اللي قلناه في البداية سعر الاسمنت ده هيكون طبعا غير السعر ده ليه لان ده هيكون هو اسمنت ملون جاهز والزمك انك انت تشتغل بيه في اعمال البلاط انما الاسمنت التاني الابيض العادي كنت ممكن تجيب او تشتري بعض الاكاسيد مثلا اكسيد اصفر وبتخلطوا على الاسمنت الابيض ويبدأ بعد كده الراجل يسئي به لايه يسئي به البلاط او اللحمات دي وبتكون الدرجة طبعا درجة ايه مضاهية او مقربة ليه البلاط فما بتبانش ولكن هنا السعر انا وبتكلم في ايه بقى او الاصل هنا ايه او ليه بعرفك انواع الاسمنت لان انت قد تكون او قد تجد في بعض المشروعات المواصفة بتنص او بيلزمك انك انت تجيب اسمنت اسمنت ده ملون غير مسموح لك بقى هنا انك انت تروح او تجتهد او تقول انا كما اول عشان اوفر وانت ماضي على مواصفة قبل كده بالموافقة وحطات السعر فعشان اوفر طبعا سعر الشكارة الملونة اكيد حيكون عالي وبالتالي انت هتروح تجيب الاسمنت الابيض العادي او بلاش لو انت بتشرف على الموضوع ده المقاول ممكن يروح يجيب شكارة اسمنت او اسمنت ابيض عادي وطبعا شكارة اكسيد تكافي المشروع كله ويبدأ يخلطها على الاسمنت ويستخدمها وانت طبعا لو انت منتاش دارس وفاهم وعارف الموضوعات بتاعتنا اللي تكلمنا عليها دلوقتي اللي بنتكلم فيها من خلال الحلقات بتاعتنا المسلسلة طبعا مش هتاخد بالك من الموضوع ده يبقى هنا تمت عملية سرقة لك واخداعك في المشروع وانت ما تعرفش ده طبعا فيما يخص الجانب العملي والتنفيذي اللي احنا بنتكلم عليه وان كان ده الاساس عندنا في الشغل اما فيما يخص طبعا العملية الاستذكار والامتحان طبعا لازم تكون عارف انك انت الاسمنت الابيض مش بس اسمنت ابيض عادي لا كمان عندك نوع تاني اسمه الاسمنت الابيض الايه او الاسمنت الابيض البروتلندي الملون وبرضو ده بيستخدم مش بس في الفواصل وكذا بعض التشطيبات النهائية في الوجهات ومشابه بيكتفي بالاسمنت بدرجة اللون اللي هو عاوزه يبقى هو بيمحر زي ما بنسمي أو بيعمل عملات التخفيق وعمليات التخشين بيكتفي بيه درجة اللون للأسمنت اللي موجود مش محتاج بعد كده ان هو يلونه وطبعا ده بيستخدم فيه الأعمال ذات الطابع الخاص والمشروعات اللي هي ايه القومية نشوف بعد كده نوع ثالث او نوع اخر أسمنت بورتلندي الكارنك المخلوط وده نوع من الأنواع الأسمنت وبيكون مخلوط دخله يعني زي ما بيقول كده بعض برادة من برادة الحديد وبيرفع درجة الحرارة عكس التاني اللي هو منخفض اللي ايه الحرارة في الاستخدام عشان اقدر لو ده بيستخدم فيه المناطق اللي بيكون فيها ايه درجة الرطوبة عالية عشان انا هنا محتاج كفاءة او حرارة ايه اعلى في الأسمن أسمنت بورتلندي فائق النعومة وده بيستخدم فيه الأعمال يعني هو اشبه بيه الأسمنت بورتلندي الملون ليه لان ده فائق النعومة يعني في بعض المشروعات القومية بيستخدم وما بيتمش المحارة عليه زي ما بنشوف مثلا فيه الكباري والأعمال الطرق والكباري اللي بتتم دلوقات فيه الكباري بعد الصب بعد عملية الصب لانه بيستخدم طبعا الواح مش بيستخدمش الواح اللي هي العادية وبيستخدم الواح البلويت اللي هي النعمة مع عملية الصب مع الأسمنت كمان فائق النعومة ده يعني من اسمه باين ما بيبانش عندي فيه بعد ما بيفكش الجنب ما بيبانش عندي اي اشكال خشونة في الوجه او في السطح الظاهر ليا وبالتالي هو بس بيكتفي ان هو بي ايه بيدوله درجة اللون وخلاص يعني من الآخر كده زي ما بنسميه بيتم بعد كده عملية اجراء عملية الدهام زي ما شوفنا فيه الكباري القومية اللي موجودة دلوقات واللي الدولة بتنشئها على مستوى كبير فيه اغلب المدن والعاصم حاليا دلوقات موجود فيها موجود فيها الخرصانة بالجنب البلويت بيفك الجنب بيبدأ بتلاقي الجنب عندك ناعم جدا مش محتاج لعمليات تخشين بس بيكتفي بعد كده ان هو بيعمل ايه بيعمل عمليات الاطلاق او الدهان عليها ويبطبع جميلة جدا ويبطبع جميلة جدا والتشطيب بتاعها بيكون قمة في الروعة وكذلك كمان ان هو وان كان سعر الاسمنت ده هيكون عالي معايا بس ما تنساش ان هو بيوفر معاك بعد كده ان انت تشتري اسمنت وتبدأ بعد كده شوف مصنعيات وتكلفة اديه ورمله وكذا وسقلات وخلافه عشان تبدأ بعد كده تعمل عمليات اللي ايه التخفيق او زي ما بنسميها علميا عمليات التخشين بالبياض هو ده الاسمنت الناعم او فايق النعومة بيوفر عليك الموضوع ده طيب نشوف بعد كده او ننتقل لجزء اخر او موضوع اخر من موضوعاتنا اللي هو الاسمنت بورتلندي عالي الامونيا وده طبعا بيستخدم فيه برضو الاعمال او المناطق اللي بيكون فيها زي ما بقول استخدام فيه المياه يعني فيه المياه لو بستخدم فيه مياه موضوع عندي مشروع بيتم زي انشاء كباري ومشابه او فيه مشروعات او فيه بعض المدن الساحلية محتاج ان انا استخدم الاسمنت اللي هيه عالي الامونيا بعد كده جزء التالت من الموضوعات بتاعتنا النهاردة بتكلمنا عن الاهداف الخاصة بالمدن ثم نولنا مواصفات بعض المواد وبدأنا بالاسمنت هننتقل لجزء اخر ومده اخرى من موادنا اللي بتستخدم فيه اعمال الخرصانة واللي هو او بيطلق عليها الركام الكبير وطبعا هو مشهور ومعروف عندنا بالزلط والركام الصغير اللي هو الرمل الاسم العلمي الركام الكبير اللي هو طبعا للزلط وده بيكون يجب ان يكون الزلط نظيفا طبعا والكلام ده سهل جدا وخالي من الاتربة مستخرج من المحاجر المعتمدة وبيتم غسله وتنظيفه وخالي من الاتربة والشوائب لانه ما يكونش عليه طراب او كذا عشان اثناء عملية الصب الكلام ده كله الشوائب والاحماض والحاجات دي لو ما كانش الزلط ده نظيف بتعمل فواصل ما بين مادة الرمل بعد كده والاسمان اثناء عملية الصب هنكتفي بهذا القدر وان احنا بذكركم ان احنا توقفنا عند المواصفات الفنية الخاصة ببنود الاعمال ما تكلمناش غير على الاسمان وانواعه ثم بدأنا ننتقل للزلط على امل ان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمة نستكمل المواصفات ثم بعدها نجري عمليات القياسات انتظرونا ان شاء الله مع دوام التوفيق والنجاح شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته